اشتركوا في القناة تقريبا ثمانية الى خمسة اخدنا 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 واليوم ناخد اليوم ناخد اليوم ناخد بشكل اساسي على اليوتيوب من خلال قناة الدكتور محمد حزوري اخدنا اخدنا هذا اختصار اخدنا 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 نفسه اخدنا 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 صحيح اخدنا 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 عتم بيكون تم اكتشافه بشكل اه مثلا ممكن يكون ما فيش يعني ما فيش وانت بتفحص بالغلط انت بهت انه بشكل يعني مش لانه عنده شكوى لا لانك عسيت ما فيش في الرجل فشكيت انه ممكن يكون في اشكال يعني غير موجود هاي اللي بيسموها خليني انسهلكم يعني خلص تقرؤوهم من الدوك تشيك يعني في النهاية مش مهم والحالة موجودة عنا هاي اللي بنزمنا بس هاي اللي الثقافي انه زمتم افخاي الان هذي كانت الشتاديوم اينز الشتاديوم بيقولوا عنها الكلاوديكاتيو انتميتنس كلاوديكاتيو انتميتنسي الشتاديوم من اللي هو البي اا فوقها بالغلط اللي هو الهينكن هاذا اللي بعرج عندك قسموها لشتاديوم اا وزفاي بي اا الان تيجي قسط المسافات وهنا بصراحة انا عشان هاي الحاجة لذاكر مسافات فهم بحكي لك انه بشفادي فخاية قيش تريكي ما يعال صفاي هندة ميتة يعني بيقدر يقطع اكثر من متين متر بدون شكاوة في صفاي بي بيمشي له اقل من متين انه يكون بشفادي فخاي اكثر من متين متر بيصير في عنده شكاوة هذا شتاديوم صفاي بي شتاديوم دراي انه بيكون عنده ووش ماتس عنده الام في قدمه بتكون في حالة راحة مش عام يمشي ووش ماتس وشتاديوم فير بيكون في عندك يعني عنده يمكن في عندك العلاقة مثلا نكروزن لانك موت نسيجي اولتسرات القرحات غانجرين هالدول اسمهم تخوفيش اشتورونجن نكروزن الاخر اذا نهادا بالنسبة للكلام بالنسبة الاماكن ناخ لوكالزاتزيون ممكن يتم تقسيم انه بكلك من الحالات هادية من الحالات تقول عن الاطراف السفلية مثلا في عندك البيتوب اللي هو البيكن بيسمه بيتوب اللي هو بصير في منطقة البيكن تحديدا الشرايين المتأثر ال و اكتيريا 35% تقريبا و عندك توب او هذا بصير في منطقة ال اوباشنكل يعني اغتيريا في مغالس و اغتيريا بوبليتيا هاي حوالي 50% من الحالات و عندك اللي هو ال او توب اللي هو ال انتاشنكل هذا بصير عندك الاشتنوز ديستال دي اغتيريا بوبليتيا في الشرايين مبعد ال اغتيريا بوبليتيا وهذا بيكون عادة شائع في الناس اللي عندهم سكري ديابيتس ميليتوس وتخم انجيتس حوالي 15% من الحالات مش مهم بالنسبة في الحالة غوخن هوبا زيادة في الدهون السكري وتدخين والهوبا زيادة في الضغط عادي بوزيتس السمنة يعني انو ببارساش كتير رياضة دايما حالي من الكسل شترس التوتر وبنيجي الى الاعراض عادة ممكن يكون بيكون في البداية بدون اعراض لكن الاشي بيعتمي طبعا كديش التضيق درجته وفي حال في عندك توصيلات ممكن اذا سكر الرئيسة من التوصيلات هادي انو يصير في عندك تروية دموية فكتير عوامل الاخرية اذا صار في عندك ممكن اللي هو حكينا اللي هما يعني انو بتصير لما يصير في عندك اللي هو جهد انكباضية الاخر هي هاتم تكون مربوطة مع ضعف واحساس بي اللي هو البرودة هذا الاشي ممكن الالم واحساس في الضعف والاحساس في البرودة هذول اللي بيجبروا المريض انو يعمل باوزة انو يوقف يرتاح شوي الاخرية ممكن تيجي مثلا لغوشمات اذا كان فوت قشغيتنا اللي هو كان متقدم بسير في عندك اللي هو في منطقة القدم تزق من القدم في حالة الراحة ممكن سير في عندك الهوت الجلد نفسه بلاسي كونو كيل بلاسي كيلي هوت بارد ومالو بلاسي كشاحب شماس هفته تخوفيش اشترونجن حكيناهم اللي هم الجنغرين ممكن نصيرو فيه اللي هو على على صوت منطقة قوشش فيه نصير جنغرينو ممكن تصير فيه عندك كومпليكاتيون من خلال انفكتسيون وممكن الناس اللي عندهم هاي تضايقات في شرايين الرجل ممكن يكون عندهم تضايقات في شرايين اخرى مثل شرايين القلب وهذا بعرضه لموكاعد انفاكت وايضا شرايين الدماغ وهذا بعرضه لاشلاك انفل المفروض صار عندك فكرة بسيطة عن المصطلحات اللي ممكن تلزمك اللي ممكن المريض انه يحكيهن خلال عرضه للحالة بالتالي ليجي لحالة نار نعتبر الان بالنسبة لي بالعربي هادي الحالة بتقول انه شخص هيكون كبير في العمر يعني واحد صغير لسه شرايين عنده فريش طازة ماشي حالهم بدك واحد عنده الغزيكو فاكتوغين اللي ذكرناهم حكيناهم مداختين عنده سكرة عنده ضغط عنده سمنة عنده دهون عنده 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 ومن نفسهم اللي بعملوا مشاكل في القلب ومشاكل في الرجل المشاكل في شرايين الدماغ هنه مشاكل في شرايين اسبابها واضحة موجود تكون عنده قاعد بالتالي بيكون كبير في العمر شوي والاشي ما بصير بيوم وليل زي ما شفتو بالعكس المرحل الاولى بيكونش دارة عن حاله الى اخره وبالتالي بقدر يقطع مسافات اكثر من 200 متر مثلا ممكن يكون بدون ما يصف عنده اشكالات وبعدها اذا اقل من 200 متر فقط بدون مشاكل اكثر من 200 متر بصف عنده اشكالات فايش مزمن مشاكل حتصرف عندك حسب مكاني التسكيري يعني عادة في الرجل حتكون عنده باينش ماتسن حيكون احساس ضاغط ممكن يكون كخام في قاتش متزايد الان ممكن تحكي انه قبل سنة كان يقدر يقطع مسافة لكن قبل كذا شهر سيقطع مسافة اقل وخلاء هاي الفترة الحالية اقل واقل اذا فيه تدرج في المسافات اللي ممكن انه يقطعها من دون ما يصيب عنده الم الاخر هذا هو اللي موجود بالاضافة الى شكوة تاني ابني جيها اللي هي ويكنش ماتسن عنده وهذا الاشي بفتح لك باب التشخيص التفريقي هالمشاكل الالم بالقدم عنده عصبية ولا شريانية بنيجي الى الهر صاحبنا هر فلان يجي الحالي كذا 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 زي ما تعلمنا كذا يقول ايه ي时间 كذا يمكن كن طعام وشك سيبسي خوة وشك الشهر اللي بحصورة لكي يمكن كون الزائر قباطع قباطع الناسية لكي يوجد بثيب 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 سيبب بثيب بثيب ب فشراء حين أنه ينيا بننى بثيب بثيب سيبب بثيب 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 براثينا وسير مند من دون موجود ولا زالة موجود ولا زالة يعني حوالي ثانية من اتناشر شهر. بطيء. حاصل ببطء. يعني موجود. متزايد. يعني وحصل ببطء. موجود ويتزايد. صفة ممكن تضيف عليها انه حسب كلمات المريض. شو بحكي لك بتسجل. ده مثلا على سبيل المثال. ممكن يقول لك انه شتارك او لايشت. اذا وصف لك ياه. ممكن نضيف الصفة هول انه شتارك ببصير شتارك. باين شمات سن الام في القدم ريشت جهة اليمين. فو جشتلت هات. هر فلان فلاني. است اين كذا. ياري لเปان سلوط عمره todo مونا luggage. ختم معرما ياشفت جهة اليمين على صور. مليسم. سلوط عمره اليمين� إذا المريض ذكر هذي الأمور بتسجلها ما ذكرهم ما بتسجلهم أوكي بتسجل ما ذكر ولكن بس من باب التنويع أنه الأشياء هاي كلها مذكورة بدك تفتح الآن كلام جديد اختصت تفاصيل أكثر لهاي الشقوة الرئيسية بتقول دا يا باتسينت بغيشتة المريض حكاله بلغنا داس دي شماتسن داس دي شماتسن إن هاي الآلام من ثلاث ايام عم بيسمعو عم بيطلعو عم يعني الآلام اللي عندو بحس فيه انو بيطلع بيمشي في رجلو اليمين آآ اللي هو منطقة الفخذ اليمين من ثلاث ايام بالتاني استخدمنا فوردن مع فندن مع إن مع اوكوزاتيف لأنا بتحكي انت عن كون يمكتيف آينز عن جمع دي شماتسن جمع بتلجأ لفوردن شرح نفس التقرير الطمبي إذن داس دي شماتسن زايت إن دن غيشتن أوباشنكل فندن فوردن شو مريض بحكي لها كنتسجل استخدم صيغة تاني أو جملة تاني في التعبير عن هاي الفكرة بتسجل الجملة اللي هو حكى لك إياها مو هاي الجملة بحكي لك إنو إضافة إلى ذلك أفاد المريض دس دي شماتنو الآلام قبل سنة فؤانم يا ما لهم حصلوا أو بيحصلوا آآآ فقط قبل فقط بعد ماشيت مسافة واحد كيلو نوّ نخ أين كيلوميتر شبتسيا اجنك هون عندك لانه الماضي مش اوف تخيتن زاين ليش كلنا اوف تخيتن زاين بتحكي عن ايش يصار بالماضي اللي هو اه فوق اه اين مياه قبل سنة كان يحصل الالام او الالام عنده بعد ما يمشي مسافة واحد كيلو فاحنا كنا انه كان يحصل فاستخدمنا اوف تخيتن يحصل في الماضي يعني انه كان يحصل في الماضي على تخيتن وفاستخدم سنة كان يحصل في الماضي الماضي الاجتماعي حالة erzählte er ,dass die schmerzen vor einem Jahr nur nach einem Kilometer Spaziergang aufgetreten seien. طيب. بعدين احس بيها لما يعني اول شي كان بعد ما يمشي مسافة كيلو اللي هو اكثر من الالف متر. الان بعد ذلك هاب ار ديش ميزن جشبورت. من ار موكن تحط العلامي هادي تاعت ميالس اخت هندد متر جغانجن ايست. ولا ناين جغانجن زاي لانو كنتي فاينس كولش اس بتكول زاي. بعدين صار يحس بالالام بعد ما يمشي بعد ما يقطع مسافة كده ثمانمائة متر. دان هاب ار ديش ميزن جشبورت. من ار ميالس اخت هندد متر جغانجن زاي. اوكي. ارضا ولكن كولك ييدوخ ها? ارضا دخ كله معناه انه ولكن زايت جغايت تاجن منذ ثلاثة ايام. كوني ايه كوني ايه كوني ايه. باية شمات سن بسبب الالام. كما كوني لانو كونيكتيف اينس بسبب الالام. مش اكثر من 100 متر شايف كيف التحول انو صار تضيق اكتر بطل يقدر يقطع مسافي اكتر لانو ما في تلو دموية كافية ففي عندك اهان باوزة بدون انو يعمل باوزة اذا صار عندك اوزة دعي تاجه هنو يعمل باوزة اهان انو صار قدة اهان انو يعمل باوزة من ذلك عمسافي اكتر من ميت метر بطل يحضر لباوزة در بطل يولي اصحي اول شيء بعد التعديل بريقيته عن اهان انو لبلغ اول شهد اهان انو فلم يام رغم اهان انو اكتر بان اهان انو الصار اهان انو يعمل باوزة باوزة هنو اوزة باوزة اهان انو الام ديو اس strengthو تبما في طالع يوم التدريب بعد. Aber seit drei Tagen könne er wegen der Schmerzen nicht mehr als 100 Meter ohne Pause gehen. Der Patient erwähnte, erwähnte, dass die Schmerzen seit drei Tagen in den rechten Oberschenkel wandern würden. Okay, أعتقد أنه هذه برضو. ممكن واحد عدل عليها بزيادة شوي لكن حاليا ماشي الحال. كويسي. ممكن تحكي اضافة الى ذلك. اضافة الى ذلك. تحكي الاشياء الثانية اللي شكا منها غير الهبط بش فيرده. يعني شكا هنا صلاح تقع ايبا 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 فيرمونج انه يعني احساس بالحرارة هذه هي الى بغموم يقدم ايبا يقدم ايبا ايبان تابعه بفل стعام ادراف الهينش اختار و크�عغم ايبا احساس بجيس الى بغم ايبان ايبان سيفي حاليا تغييرات بالجلد. هاو تحكي كمان إنو دير بطيينت قال بأن أفاد بأن. أو ممكن تقول غاب ماذا جميع هذا المساح بأن أفاد مرة يعني هذا المثال لأن الضوء يعني ذاكي ، يضع ذاكي مثلاmış غاب أن impose من ألما في أضحير تاريخ العادة تحسجون من العام في العجب من حيث قطاع المحوم في المحوم المتحر الهمين تحسجه بذلهم تحسجه 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 هو بدو عشان يقصت الكربلن الكربلن الطهب هايس كفيل ها اللي هادي عصبية من ضغط على عصب في العمود الفقري ولا هادي هي يتابعة على اللي هو مشكلة alpha مشكلة شريانيين حالك يبدو انه عندو مشكلتين مشكلة 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 رسكية ايضا عندو الاتنين فى ممكن تناقش فى الاتنين تطلب فحصين كمان. اكل الحال. في الاخر ممكن تحكي ديف خاغن. بس بنحكي كله كحالي كاملي بنقرأة. بس خير ناكتب. ديف خاغن ممكن تسأل عن التهابات ممكن تكون عنده او انتفاخات. لان ممكن تكون اه هاي الاعراض برضو نتيجة وجود زي تجلطات. ترمبوزة تيف تيف او تيف فين ترمبوزة. اذا تسأل عن وجود انتفاخ. ممكن تسأل عن فيبا كمان. واي اي اشي تاني. هذا بس الشخص اللي سائل هنا او انه اعتقدون لازم يسألهم. انت اي سؤال تحب تسألو جوابك عليه لا. ممكن تحطو في الاخر. بتكون دي فراجن nach. bla 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 und bla. هدا بالنسبة لالحالي. حالة ال PAVK او ال هو الركن. والركن الشميزن مع بعض. فالحالي كالتالي. هل رفلان لفلاني است اين كذا يرى بطيين. دي سيح هوتو بي uns wegen سايت 12 موناتن. لانزام افجتين. دزونيمن. دركن. 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 البيانيشمن الرغiyi. تحطو على بينكم. او الان عن حالي. سيطو بياري تحرضين لحالي. كان موناتن حالي. كل موناتن اخطو بياري. كان موناتن تحنخل بياري. كان يؤكو عن موناتن بياري افجاج 1.00 موناتن و ما سيقل بياري 800 الام مونات camps ولكن مع أ لصحالي مونات سيطو بياري. كان قراري موناتنا أعد لحاليات العربية الان شغلة ممكن الشاكوة الثانية اللي عنده قصة وجهة الظاهر الان هاي الامور ممكن تيجي كمضاعفات لتضيق الشرياني وحكينا كولة بلاسة هوت مش معناته انه هذي شاكوة منفصلة انه يمكن ان انطور الوضع عنده وتضررت الانسج العصبية الآنسجي اللي تضررت بسبب نقص التروية صارت هاي الاعراب لكن منكمل الآن هل هاده هو انه عنده برضو اعمله ضغط على اعصاب اللي بيتغذي الرجل صار عندك هاي الاحساس الطوب هايس كفول لكيبن ممكن فعندك التشخيص التفريقي واسع شوي وشو ما تسأل اسأل بس انه بديك تقول في الاخر هاي حالة الورب هي او فوكا مع ويفنش ميتسن انا بنسبه لي خلصت انتهى حدا عنده سؤال ممكن يطرحه اعطيكم مجال بضع دقائق انكم تسألوا في التعليقات اللي بحب يسأل اللي عنده اقتراح وانا عشان اجعوا ما في اسئلة خلاص بفصل انا بستغل هذه الفترة بين كتابة الاسئلة في حدا عنده سؤال موجود انا عشر زملاء اه اني اقول انه دكتور نديم من وين يعني مش فاهم فقرة الالم اللي بيضهر مسافة اقل ميت متر اجو تنزيلها اي فقرة انا حكيتك كل وكل اللي انا حكيته كتبته الاشياء اللي حكيتها قبل ما ابدأ كتابيها حكيتها من موقع دوك تشيك ده بتكتب انا كنت واضح يمكن في تسديلات سابقة انا مش حاب ابدأ واقطع يعني صار اشكالات صار عندي طلبوا مني شهادات الاصلية ححكي قسطي بعدين في قسطة جوبت في نقل ملف وكذا بعت انزلكم اياها بالتفاصيل اكثر هسا حاليا صراحة المزاج مش موجود للتفاصيل انه بدهم الشهادات الاصلية مصدقة هالحاكم من عشرة ايام فعلا ثاني يوم كنت مصدقهم عند نوتار وباعثهم بلدي هائل وهي صلي ثمان تسا قالولي ام جينت حتو حصل على البيغوفس الابلس زوفوت يعني مجرمه تبعث لنا اياهم ما احد اعبرني صلي عشرة ايام وعا مين ده تتصل ولمين ده تبعث ايميلات ما بعت لهم ايميل مردوش علي ثاني يوم استفسر عن شو بالزبط اللي بدهم اياه هل اترجم كمان مرة واصدق للترجم وابعثه واللي بس اصدق الملفات الاصلية وابعثها ما حدا ارد عليه ما حدا اعبرني فانا اصلا مستنيش انه يرد تاني يوم كنت انا مصدق الاصلي وبعثه بالبريد وما حيكا ما اردو علي وما حيكا حسنا ما عندي خبر وهذا الزوفوت هاي لو هاي المانيا تحملوا تحملوني يعني هاي المانيا يعني مبديش هزي فما بدي انا ابدأ بايشي بلا ما اني اوصل لمرحلة من الاستقرار النفسي وشوي المادة حاليا ما فيش اوكي يعني هاي تفاصيل بحكي فيها في فيديو اخر هزا سلسلة حالة المرضية انا اللي عنده استفسارات بخصوص الحالي الدكتور يوسف اوكي اوكي اما الامور الثانية بنحكيها في مقاطع اوخة فيديوات واخرى ما كان المناسب كلنا كلنا عنا تعطي الله انا عكل حال اذا ما فيش اسئله واضح انه هايذا المرض هاي الحالي اقرؤوها اه هي بحكي انه اللي اشي يالله في ناس قال يعني هاي اوكي اللي ممكن انك انت اذا ما قرأت هيك حالي انك تواجه صعبي في كتابتها هي تقسرت عندك لكن تطوير هاي الحالي واجب عليك تطوير اسلوب الكتابة واجب عليك هاي رعطيتك المستر هادا المستر انت لازم تطوره هاين او انا بحكي معاك عدلت عشغلي شلتها وحطيتها في الاخر حطيتهم بع بعض غير تغير عدل زبت ممكن يكون فيش اشكالات قواعدية بسيطة هون لهون ممكن تعرف انت كلمة اقوى حطها جملة اخرى حطها اقرأ عن المرض عشان تصير تعرف تكتب عنه اه واتمنى لكم التوفيق اتمنى انك ما تنسخ تلسك رح ترسب اذا بتنسخ تلسك اذا بتروح تكتب شي الكل بيكتب حترسب حيرسبه حيقولك انت حافظه او سفندي اوكي فعشان حالك ما تحط حاله في الموقفية انا بدي اساعدك ما بدي خرب عليك انت لا تخرب على حالك لا تخرب حاله كيف ما تروح تكتب نفس الكلام اغير عليه عشان نحس انك انت تعبان عن الموضوع اوكي في حال اجت نفسها واصلا اذا المريض حكى كلام ثاني وانت كتبت هذا الكلام اللي هو مش نفسه حكى برضو حترسب الحكي هذا اعتقد ابي تسي يعني مش بحاجة حد يحكي فيه ان شو المريض بيحكي لك اكتب شو يعني هذا هو المريض حكي لك هيا حتكتب وما تكتب شي من عندك ما تكتب شي ما سمعته ما تألف شي وما تغير شي شو بحكي لك المريض بتكتب ظلنا نحكي هذا الكلام زكنا أكل حال بكرة منتقيم مع حال جديد وموعد جديد تحياتي لكم